استباقا لجلسة خاصة بشأن كارثة صافر في مجلس الأمن الدولي انعقدت منتصف الشهر الجاري بطلب من الحكومة اليمنية كان الحوثيون يبدون موافقتهم على السماح لمجلس خبراء فنيين من الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافر موافقة حوثية يرى مراقبون إنها محاولة لتخفيف من الضغط الدولي وضربة استباقية لجلسة مجلس الأمن بهدف تلطيف ما ترهص عنه الجلسة من إجراءات حيال الكارثة النفطية العائمة على مياه البحر الأحمر التي لا يريد لها الحوثيون أن ترسوا على بر السلامة وكان أعضاء مجلس الأمن أشار في جلسة صافر إلى أعلان الحوثيين السماح لفريق أممي بالوصول للناقلة داعين الحوثيين إلى تحويل هذا الالتزام لإجراء ملموس في أقرب وقت ممكن وفي أقرب وقت ممكن جاء الإجراء الحوثي ملموسا على حبل المراوغة والابتزاز والمساومة حيث أعلن الحوثيون عن اشتراطهم تدخل طرف دولي ثالث بخصوص تقييم الضرار والصيانة الفنية والتقنية للناقلة المحتضرة في خضم المياه المدعو محمد علي الحوثي سرد توضيحا إضافيا لإشتراطية طرف دولي ثالث في أن يكون غير مشارك في الحرب الدائرة في اليمن ومن ثم موافقة الميليشيات الحوثية على ما تم الاتفاق عليه بخصوص صافر وتجاوز ما أسماه بالجدل العقيم حول الناقلة المتهالكة في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة تطلق رون الكارثة البيئية المدمرة بين أمواج البحر وصدأ الناقلة المتآكلة في المياه المالحة بينما تخرق ميليشيات الحوثية بفأس اشتراطاتها التعجزية والمتغنية ظهر السفينة لتغرق أهلها والحرثة والنسل في سبع دول عربية من دول حوض البحر الأحمر اشتركوا في القناة